عليكم السلام أحباتي أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية هذه الحلقة رقم 1250 والآية التي نتدبرها بعون الله جل وعلا وتوفيقه هي الآية رقم 10 ويقول سبحانه وتعالى أفرميسوره في الأرض فانظرك فكان عقبت الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها هنا بقى أفرميسوره في الأرض هنتوقف معه شوف خلي بالك الغرب أوروبا لما صارت في الأرض اكتشفت ما لم يكن معلوبا من الأرض اكتشفت الأمريكاتين واكتشفت استراليا واكتشفت جزر الهند مش عارف ايه واكتشفت ايه إلى آخر وايضا واكب هذا ان هي ابتلت تسير في الأرض وتبحث تبحث بحثا تجريبيا تبحث في التراب تبحث في الماء تبحث في كذا تبحث في العناصر الطبيعية تدور في الحاجة دي ودخلت في عالم الاختراعات وأصبح دلوقتي نحن نعيش في خير مما فعله الغرب أما المحمديون فبقى من خد بقى من العصر العباسي الثاني وهما بقى مسكين بقى في الأحاديث وده كذا وعلم الإسناد وده ثقة وده ضعيف والاستواء على العرش والابتاع والصفية والمنامات ويرى الله سبحانه وتعالى والكرامات ويروح فلان ويطوف حوالين العالم وواحد يطوى له الزمان يروح زمن نوح ويرجع تاني على آخر مش عارف ايه ويطوى له المكان وراجل بقى من أصحاب الخطوة انتقل من مكان إلى مكان بسرعة الضوء كل الهجس ده عاشوا فيه بينما الغرب يكتشف يكتشف الأرض لأنه مصيروا في الأرض ويكتشف المواد العلوم الطبيعية ويبحثها بحثا تجريبيا تجارب مش يقعد كده ويخصد القرار بأن من أكل سبع عجوات لزمن البخاري الزفت ده بقول أو الكلام ده يعني لا ده البحث التجريبي المشكلة في ايه المشكلة ان القرآن قال كده يعني من ضمن الفرائض المنسية في القرآن الكريم الساري في الأرض لغرضين الغرض الأول اللي هو البحث العلم التجريبي وهذا ما جاء في سورة العنكبوت ولك أولا ميرو كيف يبدئ الله الخلق ثم يعينه إن ذلك الله يسير دل آية 19 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يمشون نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير امشي في الأرض شوف ربنا بدأ الخلق شوف بقى من ديناصورات شوف بقى كذا شوف بقى كذا إلى آخر فالساري في الأرض هنا معناها البحث التجريبي يعني ربنا قال يعني وكم من قاتل في سورة يمرون عليهم وعنها معرضون يعني إلى آخر لكن في حاجة تنبا والتي تكررت كثيرا اللي هي السير في الأرض للعزة تشوف إلا حدث للأهم السابقة وده تكرر في القرآن الكريم وخلي بالساعدتك إن جماعة الوهابين بيعتبروا إن أنت تسير في الأرض عشاء قاطر ترى ما حدث في الأثار القديمة بيعتبرها كفر ويقول لك وعا تروح هناك وإذا يحصل كذا يحصل كذا إلى آخره وفي وقت من الأوقات كانوا بيشتروا الأثار الفرعونية ويرموها في البحر الأحمر لأنها كفر وأصنواه شوف بقى ساعدتك فهم ضد الإسلام في كل حاجة شوف بقى ربوني سبقا تعالى قل في سورة النامل الالتسعة وستين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المجرمين والآية حدثة من الأنعم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عقبة المكذبين أنت بتكذب طيب شوف بقى النسل الأهم السابقة التي كذبت ماذا حدث له وفي سورة يوسف من الآية 109 وما رسلنا من قبلك إلا رجالا وحيي لهم من أهل القرى فلما سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم وفي سورة النحل فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين الآية 36 وفي بالآيات بتوضح وتؤكد أن القوم السابقة دي كانت أكتر قوة من قريش التي أهلكها الله اللون السابقة التي أهلكها الله كانت أكبر من قريش يعني أثار الفراعينة وأثار قوم وكذا وإذا اللي ربنا قال في سورة الروم الآية 9 أولى مسيح في الأرض فانظروا كفا كان عقبته الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروه أكثر مما عمروها الآية 9 وسلط فاطر أولى مسيح في الأرض فانظروا كفا كان عقبته الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة الآية 44 وسلط غافر أولى مسيح في الأرض فانظروا كفا كان عقبته الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثارا في الأرض الآية 21 فده اثبت ان الامم السابقة التي اهلكها الله كانت اقوى واشد قوة من الجماعة بتوع قريش فليت برضو في اطار احكاد قلسيره في الارض طيب من ناحية العملية بقى وليه مهمة جدا ليه؟ قريش كانت رحية الشتاء والصيف بتاخد يعني تحضر تشتري البضاعات اللي جاء من الهند وتاخدها من اليمن وبعدين تطلع بها على سوريا التي كانت خضاعة للبيزنطيين وتاخد التجارة بتاعة اوروبا وترجع بها توديها الى اليمن فالهند ده اللي هي رحية الشتاء والصيف وهم رحين شمالا يعني نحية بها بيفوتوا على الارضن دلوقتي او بتاع فكانوا بيمروا على الجماعة اللي هما قوم لوت اللي هو ما بقي من قوم لوت اثار تدمير قوم لوت وربنا يعني قالها عامة في الايام 28 من سلطها افلم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يعني من الامم يمشون في مساكنه ان في ذلك الايات اللي اقول النهى اللي هو العقل يقولك كانوا انهم كانوا غصبا عنهم في الطريق التجاري وهم رحين الى سوريا وشمال سوريا كانوا بيمشوا في ضمن مساكن الناس الذين اهلكم والله وربنا سبحانه وتعالى بالذات بقى عن قوم لوت اللي هي سدوم عمورة التي اهلكها الله وظلت موجودة ويمكن موجودة لغاد دلوقتي ممكن نسبت بتبحث فيها الى آخره ربنا سبحانه وتعالى يقول فاجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من السجيل ان في ذلك الايات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم يعني في طريق قائمة في طريق موجود ان في ذلك الايات المؤمنين وان كان اصحاب الايات لظالمين فانتقمنا منهم وانهما لبا امام مبين يعني واضحة ويعني امام يعني حاجة قدامك كنت ماشي يعني وربنا قال في سورة الفرقان ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوئي افلم يكونوا يرونها بل كانوا لاردون النشور القرية التي امطرت مطر السوئي اللي هي قرية قوم لوت وربنا قال عليهم في سورة العنكبوت عن برضو قرية قوم لوت ولقد تركنا منها اية بينة لقوم يعقلون ده الايات دي اللي فاتت دي كلها نزلت في مكة وبرضو الاتعاز استمر في الايات المدنية يعني في سورة الحج ونتوقف مع الايتين دول يقول سبحانه وتعالى فكم من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيت يعني شبه هي ظالمة ازاي ان المطرفين اللي فيها كانوا ساكنين في قصر او يعني القصر ده دلالة على الترف والبئر المعطلة يعني دلالة على المرافق المرافق يعني النهاردة مثلا في مصري مثلا بتلاقي القصور بتاعت الاستاذ السيسي وتلاقي كل حاجة وقولك انا حابني انا حابني كل حاجة بيبني يعني ما يبدون انتكلم تتعارفينه يعني لكن في نفس الوقت الناس وانا الوقت بنتكلم على يعني ما يحدثه الآن الكهرباء بتتقطع البرافق كذا فبئر معطلة اللي هي بتقدم الشعب كله وقصر المشيت شوفوا روحة القرآن فدب استحقاق الهلاك فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد بعد كده افلم يسيروا في الارض فتكون له قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور القلب اللي هو النفس وفي سورة الاعبران برضو سورة مدنية قد خلت مقبلكم سنن فسيروا في الارض فانظرك فكان عقبة المكذبين وحتيك في سورة محمد الاية العشرة افلم يسيروا في الارض فانظرك فكان عقبة اللي زين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها شكرا على حباتي وعليكم السلام اشتركوا في القناة